السلام عليكم حبايبي ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم ياسمي النظمي من قناة جوري لتعليم الكروشي لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي عندي في القناة وفعالي بترس تسيبيني كومنت وقليني رأيك ايه في الفيديو ياريت تدعموني جدا باللايك والاشتراك علشان ده بيفرق معي جدا جدا واستمر انزل فيديو هاي تمام هنبتدي النهاردة انا هستخدم خيط ايطان والخيط ده التوحفة حلو جدا هو مط مطفي خالص وكمان اه فتليته حلو قوي يعني هو ولا مكرامية ولا سلسلة هو عامل زي الباطل شوز كده حلو جدا انا عجبني لانه خفيف هنلفها بطريقة عشوائية هنلفها شلات بالشكل ده كده يلا نبتدي ونشوف هنعمل الشنطة ازاي هستخدم مع الخيط ده ابرا مقاس خمسة ملي متر وينفع تستخدمي اربعة ونص وينفع تستخدمي اربعة وينفع كمان تستخدمي خمسة ونص لو الخيط ادخن من كده اول حاجة هنبتدي نعمل عقدة بداية بعد كده هنعمل آآ جسم الشنطة المقاس ده هيحدد معاك عرض الشنطة لو عايزة الشنطة اقل من كده حجم بتقليلي الحجم لو عايزها اكبر من كده بتكبر السلسلة انا هعمل ستة وعشرين سلسلة واحد اتنين تلاتة دول كده ستة وعشرين سلسلة زي ما قلت عايزة حجم الشنطة اقل من كده بتقليلي عايزها اكبر من كده بتكبر بعد كده هنعمل سلسلة واحدة ارتفاع هتلف الشغل بالشكل ده في حلقات اهي في الخلف هنا في حلقة خلفية في حلقة امية وحلقة خلفية تمام ملناش دعوة بالحلقتين دولت احنا لين ندعوة بالحلقة اللي وراه شايفين في حلقة وراه في الخلف اهي دي اللي احنا هنشتغل فيها هتلاقي ورا كده في نص دايرة شايفينها النص دايرة دي كده هنشتغل فيها هنسيب اول واحدة نص دايرة دي هنسيبها وهنشتغل في اللي بعديها على طول هنشتغل غرزة حشو بعد كده هنروح للحلقة اللي وراها على طوله هنشتغل برضو غرزة حشو واللي بعديها برضو هنشتغل غرزة حشو البنية اللي لسه مبتدئة غرزة الحشو بيبقى معيك حلقة على الابرة بتدخلي في الحلقة تاخذي لفة وتخرجي معيك حلقتين هتاخذي لفة وتخرجي منهم هما الاتنين لفة وتخرجي منهم هما الاتنين دي كده اسمها غرزة حشو انا هكمل الستة وعشرين غرزة كلهم بغرز الحشو انا كده اشتغلت ستة وعشرين غرزة حشو مقاسهم عشرين سنتين بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا بالشكل ده كده واول حلقتين هيقابلوني ومش اللي انا خرجة منهم دولة لا اللي هنا تحت دولة على طول هدخل تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو وتحت الحلقتين اللي بعديهم برضو اهو ندخل نعمل غرزة حشو واللي بعديهم هندخل نعمل غرزة حشو كده هكون اشتغلت السطر كله بغرز الحشو هنبتدي اخر السطر كده دي اخر غرزة معنا هنبتدي نرتفع سلسلة علشان نعمل دور جديد وهنلف الشغل بتاعنا وهنشتغل تحت الحلقتين زي الدور اللي فات بالزبط هكمل لحد اخر السطر وهارتفع سلسلة وهلف الشغل وهارتفع اسطر عادي جدا زي ما ارتفعت كده لحد ما اكمل عدد اسطر معين وهارجع اقول لكم انا اشتغلت كمسة كده حبيبي اكون انا ارتفعت عدد ادوار ارتفعت اتنين وعشرين دور ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر 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 اتنين وعشرين تمام مقاسهم كان صمتي مقاسهم سبعتاشر صمتي بعد كده هنرتفع سلسلة عشان نلف الشغل ونرتفع دور جديد نيجي هنا عند اول غرزة دي مش هشتغل فيها هسيبها وادخل في اللي بعدها سيب دي وهدخل هنا هنعمل غرزة حشو هعمل تناقص انا كده عملت تناقص يعني نقصت غرزة هيا انا معي ستة وعشرين غرزة كده انا سبت غرزة فالمفروض معي خمسة وعشرين غرزة نبتديني نكمل غرز حشو لحد اخر السطر انا كده كملت السطر كله فضل معي بس اخر غرزتين عشان اعمل تناقص انا عملت تناقص من هنا فلازم كمان اعمل تناقص من هنا فهاخد الغرزتين مع بعض هاخد لفة واللي بعدها هدخل اخد لفة معي ثلاث حلقات هاخد لفة واخرج من الثلاثة بالشكل ده كده انا معي اربعة وعشرين غرزة هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعنا هتخطى اول غرزة دي مش هشتغل فيها وهشتغل في تاني غرزة هسدي واشتغل في تاني غرزة هشو هكمل لحد اخر السطر انا كده وصلت الاخر السطر فضل معي اخر غرزتين اهم هعمل فيهم تناقص هرتفع سلسلة وهلف دور بتاعي وبرضو هسيب اول غرزة وهدخل في اللي بعدها انا كده فضلت اتناقص لست ادوار اتنين اربعة سلسلة بقى معي هنا اربعتاشر غرزة هنبتدي بقى نحوضها كلها بغرز الحشو دي كانت اخر غرزة معي في السطر هنبتدي ندخل في نفس المكان بالضبط ونعمل غرزة حشو بعد كده هندخل هنا شايفين الحلقة دي ندخل فيها نعمل غرزة حشو هنا في حلقتين اهم حلقة اهين وحلقة الخلف اهين ندخل نعمل غرزة حشو بعدها ننص دايرا دي وبعدها ننصد دايرا دي وبعدها ننصد حلقتين انا كده فضي لي ان انا ادخل هنا في اول غرزة في السطر هعمل فيها اتنين غرزة حشو هادي اول غرزة وفي نفس المكان تاني هعمل تاني غرزة وبعد كده هكمل على السطر دا بغرز الحشو تحت الحلقتين كده انا معي اخر غرزة بس اهي في الدور هشتغل فيها اتنين غرزة حشو زي ما اشتغلت هنا اتنين هنشد تجامد هنجي هنا نشتغل في النص دايرا دي هنجي هنا نشتغل تحت الحلقتين هكمل لحد ما وصل هنا ونرجع مع بعض انا كده خلاص خلصتها كلها مشيت كل دا بغرز الحشو هاسهلكم يعني اتنين وعشرين سنتي ونص اتنين ونص دي كانت اخر غرزة معي في الدور عايزين نقفل الدور بتاعنا هنقفله بطريقة حلوة جدا هنخرج الخيط هنا دي اول غرزة في السطر شايفين دي كانت اول غرزة هنسيبها ونسحب الخيط من الغرزة دي نجي في خلف تاني غرزة على طول احنا سيبين غرزة اهي هنسحب الخيط على ورا بالشكل ده وهنجي هنا نسحبه من الحلقة الخلفية زي الكليم بالزبط كأنها غرزة من الغرز احنا كده كده مش مزودين غرزة احنا خفيناها فوق غرزة يعني عملناها بدل غرزة فاحنا كده مش مزودين معانا في الغرزة هنجيب القطعة بتاعتنا دي القعدة بتاعتها هنيجي هنا من اول غرزة هنسيب القعدة ونشتغل من اول غرزة في الجنب في الحلقة الخلفية هنسحب الخيط بتاعنا كده ارتفاع بتثبتي الغرزة دي مش غرزة خالص بعد كده هندخل في نفس المكان نعمل غرزة حشر تمام هنمشي في الحلقة الخلفية هنحوضها كلها في الحلقة الخلفية بغرزة بغرزة الحشو انا كده هوتطع كلها بغرزة حشو في الحلقة الخلفية دي اخر غرزة في السطر هدخل فيها واعمل غرزة منزلجة بعد كده هشتفع سلسلة وهشتغل تحت الحلقتين اول غرزة بتقابني هشتغل فيها غرزة حشو تحت الحلقتين اخر هشتغل فيها وجهت هشتغل فيها ويبقى بغرزة حشو تحت الحلقتين وهتلاقوها ابتديت تقوس كده معينة كده انا كده انا كده خلاص خلصت اخر غرزة معي في السطر فهبتدي اقفل هنا في اول غرزة بغرزة منزلج وده كده احنا عملنا قطعة هنحتاج زيها كمان قطعة كمان هي هي بنفس العدد ونفس الطول ونفس كل حاجة وهنرتفع سطرين برضو تمام وهنحتاج قطعة تالتة هي هي برضو بس هنرتفع سطر واحد بس يعني انا هنا ارتفعت سطرين هنا سطر واحد بس تمام كده احنا معينا تلق قطعة بنفس كل حاجة بالسطر بس فرق ان هنا ارتفعت سطرين وهنا هارتفع سطر واحد بس هنركضنا القطعتين اللي زي بعض بالزبط لحد ما نخلص القطعة اللي هي سطر واحد هنبتدي كده نشتغل على القطعة دي سطر كمان احنا ارتفعنا سطر على الحلقة الخلفية عايزين نرتفع سطر على الحلقة الامامية دي تمام هنجيب القطعة بتاعتنا وهندخل في الحلقة اللي بقية دي بالنسبة لنا دلوقتي هي الحلقة الخلفية هندخل فيها وهنشتغل هنرتفع سلسلة وهنشتغل غرس حشو هنشتغل غرس حشو انا كده خلاص حوتها كلها هنا قطعة وهنا قطعة اهي زي ما انت شايفين كده طبعا عايزة تعلي هنا دورين وهنا دورين تمام هتبقى حلوة جدا بس هتبقى معي عانا ضخمة علشان الخط خين مش رفيع لو انت عايز تعمدي من هنا ارتفاع سطرين وهنا ارتفاع سطرين هتبقى عملية اكتر وهتبقى واسعة اكتر من جوه لو الخط معيك رفيع ينفع تعمديها كده انا هدخل هنا واقفل الدور بغرزة منزلكة تمام كده انا معي دي خطعة عاملاها الاتجاه ده دور ارتفاع واتجاه ده دور ارتفاع ومعي قطعة ارتفعت دورين وقطعة برضو ارتفعت دورين يعني انا كده معي الامام والخلف ودي هتبقى في المنتصف بالشكل ده اللي لسه مش فاهم الشنطة تمام كده فضل معي اعمل جيب للقطعة من قدام اه حابة تخليها زي ما هي كده وتحطي لها اكسس فور اوكي لكن انا عايزة اعمل لها جيب نبدأ حابيبي كده نعمل الجيب بتاع الشنطة اول حاجة هنعمل عقدة بداية وبعد كده هنرتفع تمنتاشر سلسلة طول بتاعهم تلاتداشر سنطة بعد كده هنرتفع كمان سلسلة ارتفاع وهنلف الشغل بتاعنا وهنشتغل انسيب اول غرزة معينا بالشكل ده وهنشتغل في اللي بعديها على طول غرزة حشو واللي بعديها غرزة حشو انا كده خلاص خلاصت تمنتاشر غرزة حشو هنرتفع سلسلة بلف الدور اللي بعده وهنشتغل تحت الحلقتين بغرزة الحشو انا كده اشتغلت غرز حشو على التمنتاشر غرزة كلها وهنرتفع برضه سلسلة ونلف الشغل بتاعنا ونشتغل تحت الحلقتين هشتغل كده رايح جاي رايح جاي لحد ما اشتغل عدد من السطور وهنرجع مع بعض انا كده اشتغلت ستاشر دور اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتنشر اربعة عشر ستاشر طبعا كل دور من ده مكون من سطرين تلاتاشر سنتي بعد كده هنبتدي بقى نتناقص علشان تعمل معي اه ان حضار كده ودايرة زي بالزبط جسم الشنطة هنبتدي نرتفع سلسلة ونلف الشغل بتاعنا وهنتخط اول غرزة وهندخل في تاني غرزة سيب دي وهندخل في دي وبعد كده هنكمل بغرز الحشو لحد اخر غرزة غرزتين في السطر علشان نتناقص فيه انا كده وصلت لحد اخر السطر فضل معي بس غرزتين هنبتدي نعمل التناقص فيهم هدخل في اول غرزة واخد لفة واخرج والغرزة اللي بعديها هياخد لفة واخرج ادي كده معي تلات غرز هنتناقص ونخليهم غرزة واحدة بعد كده هنرتفع السلسلة والدور اللي بعده برضو هنعمل تناقص هنسيب اول غرزة وهندخل في تاني غرزة وهكمل لحد اخر السطر عشو هنعمل برضو في اخر غرزة نعمل برضو في اخر غرزتين دولت هاخدهم مع بعض في غرزة واحدة انا كده ارتفعت دورين بس تناقص اربع دور واحد اتنين تلاتة اربعة بقى معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام بقى معي عشر غرز هنبتدي نحوضها كل لها هنا بغرز الحشو انا كده خلاص حوضتها كلها بغرز الحشو زي ما انتو شايفين كده وهي قواصت برضو معي ادي تشاكل للجيب كده هبتدي اقفل الدور بتاعي هتحددي مكان السوستة اللي انت هتحطي فيها انت عايز السوستة من هنا مثلا لهنا قصدها هتحطي هنا ماركر وهنا ماركر تمام بعد ما حطيت العلامة بتاعتك متأكدة ان انت خلاص هي المسافة دي اللي هتحتاجيها في السوستة هتمشي بقى من غرزة اللي بعدها على طول هتحوضيها كلها بغرز الحشو عايز تطلعي دور اتنين زي ما انتو حبه انا بس هطلع دور واحد نجيب الخيط وهندخل تحت الحلقتين انا كده خلاص هوتطها كلها زي ما انتم شايفين كده كل غرزة فيها غرزة واحدة بس حتى في الجناب هي برضو غرزة واحدة بس هنجيب قطعة بالضبط هتخيطي هتسيبي من هنا آآ واحد اتنين تلاتة من الجنب هتسيبي غرزة اتنين تلاتة ومن الجنب التاني غرزة اتنين تلاتة هتحاولي ان امتي تخيطي ها هبتدي اخيط بخيط الخيط بتاع سننارة الصيد تمام هو ده حلو جدا في الخياطة انا برتاح له جدا وشفاف مش بيبان وفي نفس الوقت متين جدا ما بيقتعش خالص خالص تمام هنبتدي كده هزا سبتي الاول با 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 باس من دي سبتي لو هتعرفي تتعملي كده وتخيطي على طول خيطي عشان تخيطيها مظبوط ومتعوقش منك ولا يمين ولا شمال هتجيبي الاعدة الاول بتاعتها هتخيط الاعدة الاول تمام وهتزبطيها حلوة قوي من هنا وتسيبي عدد غرز من هنا قد عدد الغرز اللي هنا واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وتبتدي في الرابعة تخيطي الاعدة الاول كده خيطي الجيب كله اهو زي ما انتم شايفين كده ولازم يبقى على سطر واحد بس هنبتدي نجيب اه سوستة اي ان كانت السوستة اللي عندك بس تتأكد الاول ان هي بنفس المقاس ده وتفيد سنتي او اتنين سنتي من هنا من جوه وكمان هنا كمان تمام هنبتدي نخيط السوستة هجيب خيط خياطة عادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كده حبيبي انا خلاص خيطت السوستة دايما انتم شايفينها كده كده نوقس ان احنا نجمع بقى القطع بتاعة الشنطة مع بعض هنجيب القطع اللي هي في النص اللي احنا ارتفعنا منها جزء سطر يمين وسطر شمال سطر على الحلقة الخلفية وسطر على الحلقة الامامية تمام وهنجيبه بالشكل ده كده اول حاجة هنسبت مني القعدة اشتركوا في القناة خيطها بنفس الخيط الشفاف اشتركوا في القناة خلاص حبيبي كده انا خيطتها كلها بنفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها اهيه فاضل بقى الجنب الاخير برضو هنسبت بنفس الطريقة موسيقى انا خيطت الجزء الثاني اللي هو الضهر والاخير تمام وادي الجزء الاولاني والجزء اللي في المنتصف احنا كده عادي نركب هنا في الدورون ده كده سوستة سوستتين يعني هتجيبي اه سوستة دي انا بجيبها بالمتر وهتجيبي جيها اه قرور موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 ممكن تحط لها حلقات في الجناب من هنا من هنا بالشكل ده كده ولو عايزها في الخلف بتركبلها الحلقات هنا ومن تحت شكرا شكرا خلاص حبيبي نهاية الحلقات من الخلف اذا ستركبيها وهذا انت بالضع لو عايزها مندرها تركبها من حلقات الجنب هذه الحلقات من الانترنت فهذا نهاية الحلقات فهذا الشكل النهائي انا اركبت لها لوجو والرقوب اليو عن حبل السيرومانيا اصحب ليكم فتح بكلا ومشاركوه اكبر من هذا اعملوا في اليد دي في الفتحات دي اعملوا فيها قرس حشو عشان تبقى ادخن وتستحمل الشنطة يا ربي يكون الفيديو عجبك لو الفيديو عجبك ما ننسيش تحط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعال الجرس واسيبي لي كومنت وولي لي رايك ايه في الفيديو وانتظروي ان شاء الله بالفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله